تخيل حضرتك ان انت بتتكلم عن هزائم من ريال مدريد اللي بيلعب دلوقتي مع ليفربول وليفربول كسبان واحد سفر دلوقتي بالمناسبة فاللي بقول لحضراتكم يا جماعة لازم وده انا اتعلمتوا من جمهور الاهلي فقط لغير محدش علمني الكلام ده غير حضراتكم غير جمهور الاهلي ان انا مليش اي علاقة باي حاجة ولكن انا افضل اقف واساند وادعم ليه يا فندم اقف واساند وادعم لان انا عارف ان انا عندي ادارة عارفة ايه هي الاخطاء وعارفة ايه هي الامور السلبية اللي موجودة في الفرقة هل حد عنده شك في كده؟ محدش انا النهاردة لغاية حتى هذه اللحظة انا كنادي اهلي ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة كسبت اسوان اه وصلت كاس عالم وخدت رابع اه لكن ما خدتش ميداليا في كاس العالم وفي نفس الوقت ما خدتش دوري وما خدتش كاس ما خدتش اي بطولة حتى هذه اللحظة وبالتالي كل اللي مطلوب نحنا نقف وهم دول اللعيبة اللي حيكملوا معانهم غاية اخر السنة دي دول افضل لعيبة صدقوني انا ما بتحكش على حد وما بقولكش كلام لكن اللعيبة دي افضل لعيبة موجودة في مصر وفي افريقيا صدقوني لعيبة النادي الاهلي دي تستحق ان احنا نساندها وندعمها لانه زي ما حضرتك شايف رجعوا من السودان على اسوان ومن اسوان رجعين النهاردة بكرة في تمرين عشان عنده مباراة اعتقد ان هو ممكن يعني حتى الان لم يتم الاعلان ولكن حنشوف هل من الممكن ان يكون في معسكر قبله بيوم او بيومين حنشوف لكن هو ده قدر لعيبة النادي الاهلي لازم نفضل في ظهرهم مش عايزين عايزين نضغط عليهم طبعا شواء كل حاجة ولكن احنا كجمهور انا بتكلم على جمهور على اننا كجمهور يعني عايزين نقف ندعم ونساند هذا الفريق هذا الفريق ان شاء الله بمسندة بعد ربنا مسندة ودعم الجمهور هيخلينا ناخد كل حاجة انا بقول لحضرتك كل حاجة انا تقريبا تفرجت على كل الفرق الافريقية او معظم الفرق الافريقية واحنا وانا بتكلم بتكلم على دول على الاساس الجمهور جمهور النادي الاهلي اللي في كل مكان اللي في كل مكان مش فارق معاه قطر مش فارق معاه طيارة مش فارق معاه ميكروباس مش فارق معاه حاجة اللي فارق معاه حاجة واحدة بس شعار النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وان انا بحب النادي الاهلي وحاجة شجع النادي الأهلي مش فارق معاه وجبة مش فارق معاه حاجة خالف جمهور الأهلي كده بالمناسبة جمهور الأهلي ما بيفرقش معاه حاجة لا تقول لي هنوديك في اوتوبيس هنوديك في طيارة هنوديك في قطر هنوديك في ميكروباص لا هنجيب لك وجبة مش هنجيب لك وجبة حاجات دي ما بتفرقش مع جمهور الأهلي اللي بيفرق دايما مع جمهور الأهلي حاجة واحدة فقط إن اللعيب هتكون رجالة جوه الملعب إيه إيه الحلاوة دي إيه الحلاوة دي بص البيوت يعني أحلى حاجة في الدنيا الكلام اللي أنا بيشوفه ده يا جماعة أنا شفته فأنا ببقى متأثر بيه جدا جدا إن الجمهور ده الواحد هو ماشي في الملعب والله العظيم تلاتة أنا شفت الحاجات دي ودلوقتي متوقع إيه اللي بيحصل هناك لما كنا بنبقى ماشيينه في الأوتوبيس وماشيين راحين الملعب والله العظيم كنا نفضل نبص حوالينا كده في البيوت اللي حوالينا الناس وقفة عمالة تسقف لنا واللي يرمي علينا شوكولاتة أو والله العظيم تلاتة وإحنا بأسوان هذا البلد الجميل الرائع مع هذا الجمهور الجميل حاجة حلوة جدا وحاجة تخليك تبقى فخور إن انت بتنتمي لهذا النادي اللي بعد ربنا بعد فضل ربنا على هذا النادي فضل الجمهور فقط لا أحد آخر جمهور هو اللي مخلي ناس كتيرة جدا مش عايز أتكلم في حاجات مش بتاعتي لكن مخلي ناس كتيرة جدا تبقى عارفة إن بعد فضل ربنا فضل جمهور النادي الأهلي على النادي الأهلي في كل شيء بصوا حضراتكم الجمال والحلوة والله العظيم تلاتة وما كنت بشوف هذه الأمور كنت بدمع وانا في الملعب يعني ساعة لما كنت بلعب كورة يعني كنت بشوف الحاجات دي بدمع عشان الجمهور ده هو اللي بالفعل المساند الأول والدافع أو خط الدفاع الأول لللعبين وانا دايما نقول اللعيبة بالمناسبة يعني وانا بتكلم مع حضراتكم لما حد من اللعيبة يتكلمني يقول لنا يعني الجمهور يعني بسخنة علينا شوية حقه جمهور حقه يعمل بصوا جمهور عامل ازاي جمهور حقه يعمل وينتقد حينتقدك ساعة ولا ساعتين ولا تلاتة ولا يوم ولا يومين ولا تلاتة وبعد كده لما تكسب زي النهاردة أو رفعك سبع سمة هذا هو الفارق ما بين جمهور الأهلي وأي جمهور آخر شكرا لحضراتكم دائما الشكر بعد ربنا لجمهور النادي الأهلي موسيقى